السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط تعليق صغير على البث الذي يتحدث عن شركة دانون التي سوف تسرح عمال لأنه السبب هو الكوفيد 19 أنا أقول أنه هذا لا أظنه صحيح لأنه في الحجر الصحي الأول كان الإقبال على المنتجات الغذائية بصفة كبيرة ومهولة جدا هنا في فرنسا وخاصة المغازات الكبرى لم تقفل وكل المغازات حتى الصغرى للمنتجات الغذائية طبعا لم تقفل والناس كانت متخوفة من هذا الكوفيد فأخذت تقتضي مشترياتها بشراسة لدرجة أنه حتى عنات قالوا على تلفز أن الناس كانت تشتري الفريزر ما بعرف هكذا ويسمى لتخزين السلعة الغذائية خاصة التي لا تمكث أكثر بالنسبة للتاريخ السلوحية وكانت كذلك الشحنات التي تفرغ للمغازات كانت بكثرة يعني بأكثر من قبل وكذلك المغازات كانت مفتوحة قلت وشغلت كثير من العاطلين على العمل خاصة للذين يضعون المواد الغذائية للناس التي تشتري عن طريق النت مثل ما يسمى drive وي هكذا والأسعار كذلك ارتفعت للمواد الغذائية مثلاً خمسة كيلو الطحين اللي يعملوه من شان يصنعوا الخبز وصل إلى تسعة أورو تسعة أورو لا أتحدث عن المواد الغذائية طبعاً التي مثل الياغورت مثل الجبن الناس تقتضيه بكثرة لأن الناس في الحجر السحي الأمهات لا تشتغل والأبهات لا تشتغل والأطفال لا تذهب إلى المدرسة يعني الاستهلاك كثير وكثير جداً وهذا ما قالوا تكلموا عليه حتى في التلفزة وطبعاً الناس تشتري هذا المواد مثل الياغورت والجبن وغير ذلك بكثرة معناها الاستهلاك بكثرة حتى الخميرة الخبز لا نجدها تقريباً وصلت حتى في المغازات الصغيرة لما يروح زوجي يشتري الطحين يقولوا له فقط لك الحق في كيلو فقط لأن الناس تطلب لكي تكون الناس كلها تأخذ يعني من هذا تكون لها نصيب يعني لأنه مفقودة هذا من كثرة الشراء ولم نسمع أبداً شركة أقفلت مثل دانون أو غيرها لأنها السبب هو الكوفيت يعني بالعكس أنا أظن أنها المقاطعة وأقول لكم مواصلوا لاسترداد حقوقنا لنعيش معناه في أي بلد كمسلمين بدون الضغط علينا وبدون قوانين يعني تجزرنا نحن المسلمين وبرك الله فيكم وجزيكم الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته